موسيقى اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية الاخيرة التي شهدتها العاصمة الاردنية عمان وستشهد المزيد منها خلال الفترة المقبلة وفق ما اعلن قوبلت برفض من قبل بعض الفصائل الفلسطينية ليس باعتبارها تجاوزت المتفق عليه في خصوص رفض استئناف المفاوضات مع استمرار الاستيطان فحسب ولكن لما تحمله من مخاطر على ملف المصالحة التي بدأت للتو تحبو خطواتها الاولى اللقاءات عمان هي خطأ سياسي كبير ترتكب السلطة الفلسطينية لانه الاحتلال هو المستفيد الوحيد منها حيث يستغل هذه اللقاءات لاعادة تلميع صورته خاصة في ظل الرابع العربي الناقم عن الاحتلال وفي ظل التفاعل اممي ضد الجرائم الاسرائيلية هذه اللقاءات تشكل تعكيره لاجواء المصالحة وحرك فتح مطالبة هي والسلطة ووقف هذه اللقاءات الضارة بالمصلحة الفلسطينية اللقاءات التي وصفت بالاستكشافية اكدت القيادة الفلسطينية انها لا تشكل استئنافا للمفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي ولا يمكنها التأثير على المصالحة الفلسطينية التي وقعت في ايار مايو الماضي بالقاهرة ولم ترى النور حتى الان في فلسطين لقاءات عمان هي شيء متفق عليه وفي الثماع القيادة الاطار القيادة بيعطاء فرصة للربعية ولأي وسطات لانجاح مصار التسوية وحتى لا يكون الشعب الفلسطيني هو المسؤول عن افشال التسوية او التهمة التي تحاول اسرائيل ان تلحقها بالقيادة الفلسطينية حركة فتح وحماس تختلفان في مواقفهما من مجرد عقد هذه اللقاءات رغم اتفاقهما على ان الاحتلال لن يقدم جديد في خصوص الحقوق الفلسطينية التي تعرف بقضايا الحل النهائي المطلوب فلسطينيا اذا الا تشكل هذه اللقاءات او غيرها من العقبات مبررا لأي طرف للتراجع عن تطبيق اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام الاهمية الاولى بالنسبة للمواطن الفلسطيني وبالنسبة للشعن الفلسطيني هي تشكيل قيادة ومرجعية وطنية موحدة تشرف على كل القرارات سواء باتجاه الواقع الفلسطيني او باتجاه العالم العربي او باتجاه الاحتلال الاسرائيلي طرفان للمصالحة الفلسطينية التي تسير على خيط الرفيع انما لا احداهما ساقط هو وتعثرت معه جهود الوحدة الوطنية انهاء الانقسام يتطلب من مختلف الاطراف الفلسطينية تجاوز كافة المعيقات التي قد تطرى من هنا او هناك محمد الاصطة تلفزيون القدس غزة اشتركوا في القناة